الودادة يا بش مهندس أخيراً إزاي ممكن الكابتن حسام البدري يتعامل مع مباراة باستراتيجية مختلفة هو سافر قبل النجم في تونس ثم التقاه في العودة في القاهرة فكان الوضع مختلف عن النهائي النهائي أنت بتبدأ هنا وهتختم في كازبلانك ما عنديش أي نصائح للكابتن حسام البدري غير أنه يشتغل بدون ضغوط ويركز زي ما ركز ويعرف أنه مش ضروري كل مرة ننطلق من الصعوبات يارب يقدر يوفق في كما وفق في مباراة النجم وكما وفق في مباراة التراجع هناك كلنا ثقة الآن في لعبة الأهلي كلنا ثقة في أن اللعبة لما بتبتدي تحط القدم على منصة التتويج مش من السهل أنها تتراجع فيها الحقيقة يعني لازم وأنا عايز أقول للناس بقى إيه خفوا بقى في الفتاوي الفترة الجاية يسيبوا الناس يشتغل على كل حاجة حتى في التحليل الكتير التحليل الكتير خلي بقى لك لو أنت عملت جبلة في السوداء التحليل مش هتلاقي اتنين متفقين مع بعض هتلاقي برضو أراء كتيرة عشان كده الشيخ شوارب بيقولك هي فاتي مش فتاوي فاتي ماشي يا سيدي دي فاتي على حال احنا كده اعتقد اعتقد ان والله انت لما تشوف الملخص بتاع كلام الناس كلها هم هم يتحدثون على انتصر عظبة الأهلي مش عالتاكتك كلما يزداد الصعوبة يظهر المعدة الأهلي أسباب تفاوض اه اه اذا الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم نادي الأهلي ما ترفع انت القضية دي